اشتركوا في القناة تحكم سعيد في مصيرنا ويسيكون ذلك اهترافا سريحا بموت الدستور وجدد المرزوقي التأكيد ان سعيد منقلب ولا يمكن وصفه الا بذلك وشرعيته المتأكلة وستنتهي ما يصبح عصد الرجل واحلته على المحكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية متروحة بكل جدية ودع الرئيس السابق كما قلنا المنصف المرزوقي الذين تظاهروا يوم السبب ضد اجراءات سعيد الى مواصلة التحرك في كل مكان من تونس ولخس المرزوقي الحل الخروج من ازمة بلاده في عزل قيس سعيد ويحل محله رئيس برلمان ينتخب خلاف للغنوشي واجراءات انتخابية رئيسية وتشرعية تعطي لتونس حكومة لخمسة سنوات ورئيس عاقل يجمع الشعب وشدد على ان سعيد اصبح يشكل خطر كبير على البلاد ويجب ايقافه عند حده وفي 25 جولي الماضي قرر سعيد اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على ان يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها بالاضافة الى تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحسان على النواب وترأس النيابة العامة كما كنت تسمع ذاك كان تعليق المنصف المرزوقي في حق رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد الخطاب اللي عملوا في سيدي بوزيد وقال لك ولا خطر معناها كبير رئيسة لعددولة تونسية ولازم هو عزل وهو العباد اللي تساند فيه معنا في السلطة ما تسوش تعطوني رأيكم انتي معاه ولا ضد المنصف ولا سيقيس سعيد وما تسوش تعمل لايك الفيديو هاك نكونوا سنة الى نهاية الموضوع